اشتركوا في القناة وفي برنامجكم برنامج الطب النبوي وسوف نستكمل بإذن الله الجزء الثاني من أمراض تعالج بالحلبة ومن عجائب الله سبحانه وتعالى أن هذه الحلبة العجيبة تعالج كثيرا من الأمراض المزمنة والأمراض المستعصية التي لم يجد لها الطب إلى يومنا علاجا قاطعا ولا علاجا منهيا لها تكلمت عن مرض السكر وهو من المرض الذي اشتهر بل إنه وصلت الإصابات في المملكة العربية السعودية ما نسبته 28% من عدد السكان والمواطنين ولا زال في ازدياد وذلك لأسباب كثيرة نتيجة انتشار القلق والتوتر ونتيجة الأغذية غير المنضبطة وغير المنظمة وأننا نأكل أشياء تحوي على مواد حافظة ومنكهات ودهون مشبعة وليس لنا تنظيم لطعامنا مع وجود قلة في الحركة وقد ذكرت في الحلقة الماضية علاج السكر وفي هذه الحلقة أذكر مرضا آخرا هو كثيرا ما يلازم مرض السكر ألا وهو مرض الضغط وارتفاع ضغط الدم فغالبا المصابون بالسكر يعانون من اضطرابات نبضات القلب واختلال ضغط الدم إما بالارتفاع أو بالانخفاض ومن العجيب أن أيضا القلق والتوتر من أكبر مسببات الضغط ارتفاعا ويسبب اختلالا في امتصاص الغذاء في الجسم وفي القولون فيترتب على ذلك أحيانا انخفاض الضغط ولو تأملنا لوجدنا أن الأمراض الروحية كأمراض السحر وأمراض العين وأمراض المس من أشهر أعراضها وأولها القلق والتوتر فإذا وجد القلق فإنها طاقة سلبية سيئة تسبب اختلال في وظائف الجسم وفي انتظام فايسولوجية وكيمياء الجسم يترتب عليها اختلال في الدماغ بكثرة التفكير فيسبب تشتيتا للدماغ وهو الكنترول المتحكم في الجسم فيحتاج الدماغ إلى كمية عالية من الأكسوجين فيحتاج القلب أن يشتغل بطاقة أعلى من طاقته الاعتيادية يترتب على هذا وجود ضغط في الدم وضغط في الشرايين ومن العلاجات العجيبة أن الحلبة من أفضل معالجات ضغط الدم لأنها تقوي العضلات فتقوي عضلة القلب تقوي جدران الأوردة والشرايين تقوي وصول الحديد والأملاح والمعادن والفيتامينات إلى الدماغ تساعد على طرد الفضلات من القولون تساعد على تنظيم الحموضة في المعدة وتحويل حموضة المعدة من حامض إلى قلوي فينتج عن ذلك أنه يكون هناك غسيل للدم وطرد للكروسترول الضار الذي سأتكلم عنه ولو تأملنا لوجدنا أن الأمراض يرتبط بعضها بعضا يرتبط السكر بالضغط ويرتبط الضغط بالكروسترول ويرتبط الكروسترول بالدهون الثلاثية في الكبد فهي سلسلة أمراض يجر بعضها بعضا ويسحب بعضها بعضا إلى جسم الإنسان فالمصاب بضغط الدم ممكن أن يأخذ كبسولة 500 ميلي جرام من مطحون الحلبة إن لم يجد الكبسولات يعبي فيها الحلبة يأخذ نصف ملعقة صباحا مع كاس ماء زمزم ونصف ملعقة مساءا وعليه أن يحتمي من الأملاح إلا ملح البوتاسيوم فإنه من منظمات الضغط ولا يؤثر في اتفاع الضغط وعليه أن يتجنب القلق والتوتر ويمارس رياضة المشي ويعمل التدليك للمنطقة الرخوة بين الإبهام والسبابة لأن هذا مما يسبب الهدوء والطمأنينة وتشتيت الذهن عن القلق والتوتر ويعمل تدليك للإبهام رأس الإبهام الأيمن والأيسر وعلاج الكروسترول الآن يخرج لكم على الشاشة لمن لم يسمعه ويسجله ومن أراد أن ينزل لنفسه صدقة جارية قد ينزله في الإنترنت كل من استفاد له يكون له مثل أجره بأمر الله سبحانه وتعالى علاج الكروسترول علاج الكروسترول الكروسترول في جسم الإنسان نوعين ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين فهذه فائدة عظيمة الكروسترول هناك عالي الكثافة ويرمز له بـ LHD وهذا عالي الكثافة هو نافع لجسم الإنسان يحتاجه الجسم لبناء الخلايا والأنسجة وهناك كروسترول ضار قليل الكثافة يرمز له بـ LNDL وهذا هو الضار لأنه خفيف فيلتصق بجدران الشرايين فيسبب التضيق وقد يسبب الجلطة إذا أردنا علاج الكروسترول الضار علينا أن نرفع نسبة الكروسترول النافع حتى هو بدوره يخرج الضار عن طريق الفضلات ويتخلص الجسم من هذا الكروسترول الخبيث الضار فالكروسترول عندنا نوعين عالي الكثافة نافع يحتاجه الجسم والأنسجة وعندنا خفيف الكثافة الضار على الأوردة وعلى الشرايين من أصيب بارتفاع في كروسترول الدم يحتاج أولا أن يأخذ كبسولة مكونة تقريبا أو حجمها 500 ملي من مطحون الحلبة مساء وصباحا إن لم يجد الكبسولات يأخذ نصف ملعقة متوسطة التي أكل بها الحلاء فيأكلها مع الطعام يسفها ثم يبلعها بماء زمزم صباحا ومساء وعليه طبعا الحمية التقليل من اللحوم الحمراء من الدهون المشبع يعني الدهون الحيوانية لو استعمل في طعامه الدهون النباتية الدهون النباتية غنية بالكروسترول النافع والكروسترول الضار خفيف فيها أو قد يكون في بعضها معدوم وخاصة زيت الزيتون فهو مفيد جدا لمرض الكروسترول لو استبدلوا الزيت الموجودة بزيت الزيتون لكان خير لأن ليظهر لي أن كثيرا من الزيوت النباتية الموجودة الأصل أنها مصنعة وقد تكون كيميائية وليست بصحيحة وعلى سبيل المثال زيت الذرة الذي نراه في الأسواق أو زيت دوار الشمس كم هي الهكتارات عندنا في السعودية أو المزارع التي تزرع الذرة حتى نستطيع أن نخرج هذه الكميات الهائلة من الأطنان وكم هي المزارع التي تزرع تباع الشمس أو الحب الشمسي حتى نستخرج من زهرته أو من بذوره هذه الزيوت لو تأملنا العاقل يعلم أن هذه الزيوت في الغالب ليست زيوت نباتية قد تكون كيميائية الله يعلم أين مصادرها ولكن زيت الزيتون هو من أقل الزيوت غشا لأنه متوفر بكميات كبيرة جدا وإذا غش في الغالب يغش بزيوت نافعة ليس لها آثار جانبية الكروسترول سبب في كثير من سكتات القلب وموت الفجأة والجلطات الدماغية والجلطات القلبية وهذه من أعلى نسبات الوفيات يعني في دول الخليج المسبب الأول للوفاة حوادث السيارات المسبب الثاني السكتات الدماغية والقلبية المسبب الثالث مرض السرطان فالسكر والضغط من مسببات اعتلالات القلب والجلطات والسكتات الدماغية إذن هذه أمراض ثلاثة أكبر من يموتون بعد قضاء الله وقدره يكون بهذه الأمراض والحمد لله الذي سهل لنا العلاج وجعله سهلا ميسورا وعلى المصاب بهذه الأمراض تجنب القلق والتوتر ممارسة الرياضة أكل السلطات التقليل من الدهون المشبعة التقليل من اللحوم الحمراء أكل الأسماك وخاصة الأسماك المسلوقة هي أفضل من المشوية بدرجات كبيرة وأفضل من المقلية بدرجات مضاعفة لأن المقلية قد تكون تأكسدت أحيانا من بعض الزيوت التي يقلى فيها مئات المرات وقد تسبب بعض الأمراض الخطيرة عافى الله المسلمين من شرها فنسبة الكروسترول الضار الذين يصابون به ليسهم أقل ممن يصابون بالضغط أو يصابون بالسكر فهي أمراض موجودة بل أحيانا تجد غالبا أن المصاب بالسكر مصاب بالضغط والمصاب بالضغط مصاب بالكروسترول كذلك الدهون الثلاثية التي تكون على الكبد وتؤذي الكبد وأسبابها تراكم الدهون المشبعة على الكبد فمع استعمال الحلبة نقوّل كبد ونساعد على تخزين الحديد وتقوم الكبد فيسلوجيا بالتخلص من هذه الدهون المشبعة الضارة عندنا يأتي مرض وهو منتشر جدا ألا وهو مشاكل الغدة الدرقية وهذا غالبا ما يكون عند النساء بنسبة ثمانية في المئة إلى الرجال يعني إذا أصيب ثمان نساء يصاب رجل واحد وإذا اختلت الغدة الدرقية والغدة الدرقية تتناوب مع الغدة النخامية في تصنيع كثير من الهرمونات ومن أهم هذه الهرمونات هرمون الاستروجين الأنثوي وتحتاجه المرأة في انتظام التبويض في المبيضين وكذلك هرمون التستريون الذكري وهو موجود في الرجل والمرأة ولكن في الرجل أعلى من المرأة والاستروجين عند الرجل أقل من المرأة وعندنا هرمون البرولاكتين الحليب وهو عند المرأة أعلى من الرجل فإذا ارتفع أحد هذه الهرمونات يسبب خلل في التبويض إذا اختل عمل الغدة الدرقية بالكسل أو النشاط تصاب الرجل أو المرأة بالاكتئاب بتغير لون البشرة بالخمول إذا كانت الغدة كسلانة تصاب الرجل أو المرأة بسمنة زائدة إذا كانت الغدة نشيطة يصاب هناك بنحافة وعلاج الآن تنقية البشرة سنتكلم عنه والآن يخرج على الشاشة إن شاء الله لمن أراد تسجيله إذن فإذا أردنا أن نعالج الغدة سواء الغدة النخامية أو الغدة السنوبرية التي تفرز هرمون عظيم اسمه الميلاتونين وهو يقضي بأمر الله على الشوارد الحرة ويحارب بأمر الله الاكتئاب أو الغدة الدرقية يأخذ المريض 500 ميلي جرام كبسولة من الحلبة صباحا ومساءا أو نصف ملعقة صباحا ومساءا مع كأس ماء زمزم اختفوزية تفضلي السلام عليكم السلام ورحمة الله الله سمحك أنا أقول أنا عندي مشاكل في الإنجاب طيب كم لك بالزوجة يا فوزية ست سنوات ست سنوات طيب أيوة عندي انسيدات في العنابيب وعزء الضراب في الدور الشهرية أيوة وعندي سكر طلع إلي تقريبا من سنتين بس نستخدم الحين كلوكو فاج ومنتظر الحين يعني تستعملين منظم هو بعلاج سكر نعم منظم طيب فوزية كم عمرك عمره 20 كم 28 28 سمعين يا فوزية أنت أصلاً ما ترتاحين بالنوم أيوة والكلام هذا من خمس سنوات أيوة من بعد طيب لا ركزي معي بس عاولي تجاوبيني إجابات نعم أو لا عشان أقدر أعطيك العلاج يأتيك نوبات صداء بمعدل مرتين أو ثلاث مرات في الشهر أيوة طيب تعاني من آلام في الأكتاف وآلام في الوركين نعم أيوة طيب أيوة عانيتي من الإمساك مو كثير مو كثير يأتيك تقريباً معدل ثلاث مرات في الشهر أيوة طيب عانيتي من إفرازات مهبلية مجداً شروط 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 في الذهن كثير أي نسيان طاعتني نسيان لاحظي معي الأمر هذا مهم جداً فترة التبويض ما يكون فيه غالباً اتصال بينك وبين زوجك فترة التبويض عندنا 24 يوم الطهر الثمانية الأولى بعد الدورة هذه غالباً لا يوجد فيها تبويض الثمانية الوسطى هناك تبويض الثمانية الأخيرة ما قبل الدورة لا يوجد تبويض غالباً الثمانية الوسطى تلاحظين إن فيه يا فتور منك أو من زوجك أجيني احتلام شديد يعني احتلام كبه فدل المنام إيه لكن ما يكون فيه رغبة مع زوجك هذا احتلام منامي لكن ما له علاقة تحسين مع زوجك ما يكون فيه الرغبة نعم نعم طيب قناة فالب عندك اليسرى هي مغلقة تماماً اليمنى بنسبة 80% أنا صويت منظار للأنابيب تقولون تسدد قوي عندك اليسرى مغلقة تماماً قلت لك اليمنى بنسبة 80% يعني نسبة 20% فقط اسمعيني العلاج عندك برضو هرمون البرولاكتين يرتفع الحليب لا صويت حليم ما يرتفع نهاية ما في عندك أي خلل في الهرمونات يقولون هرمون البطانة الرحم بسيط عندك سماكة في الرحم حتى الدورة لما تنزل تتعبين وتنزل على شكل قطع يعني أنا ما تنزل إلى بحبوب تعطيك تنظيم يعني تعطيك حبوب من الحمل وتخليك توقفينها عشان تنزل معك طيب اسمعيني علماً أنك تعاني من جفاف في فمك كثيراً أحياناً تشمين رائحة غريبة أشم رائحة يعني أقرب لك إياها مثل سيارات الصرف الصحي طيب اسمعيني الأمر سهل هذا والله أعلم كل الأعراض التي ذكرتك تدل على وجود عمل بسيط وإن شاء الله سينتهي العلاج كالآتي أولاً عليك بقراءة سورة البقرة يومياً بنية الرقية قراءتها في ماء زمزم وأكثر الشرب منه قراءتها طبعاً في زيت زيتون تدهنين في جسمك بعد صلاة العشاء تقرأينها في مسك أسود مسك الطهارة تمسحين مسحة في اليومنا والإسرة وتفرقين يديك وتمسحين بها كامل الجسم عند النوم حتى تتقين الاحتلام لأن هذا قد يكون أذى من مس عاشق تأخذين من الحلبة ملعقة صباحاً وملعقة مساعم ماء كاس ماء زمزم تأخذين ورق الشاهي العادي مع كاس ماء زمزم تأخذين ورق الشاهي ويحط مع شوي سكر وتحطين كبه تعرفين الكبه ولا أشرح لك شنو معناه أنا ما أعرف كذلك تأتين بجمر ويكون عليك قميص بدون ملابس داخلية وتحطين كمية من السكر مع ورق الشاهي لأن البخار والدخان الذي يخرج منه يجفف الرطوبات التي سببت عندك الغناء الانغلاقات في قنوات فالو زين تستمرين على 21 يوم هذا سيساهم في فتح القنوات بالنسبة للالتهابات المهبلية ملعقة من المرة كبيرة ملعقة من الملح تذاب في ماء ثم تعملين دش مهبلي مرتين في اليوم لمدة أسبوع بإذن الله إذا استمرأت على هذا الكلام مع كثرة الاستغفار والدعاء والالتجاء إلى الله تتحسن أمورك يا فوزية إختي نوف تفضلي السلام عليكم السلام ورحمة الله لو سمحت زوجي عنده مشكلة في الرغبة الجنسية غاربه لا يحصل الجماعة طيب كيف طريقة الانتصاب عنده ضعيفة؟ يعني طيب زوجك أصلا يعاني من القلق والتوتر أيه ويعاني من العصبية أحيانا لا مو كثير هو عصبي لكنه مبلازم على طول 24 ساعة أيه هو يعاني من زمان هو تعبان عنده الصراع هو معاناة بدأت من ثمان سنوات والله أعلم هذه المعاناة الأصلية أنا ما أعرف الصراع طيب هو الآن يستعمل للدبكين علاج الصراع؟ لا لا كيبرا كيبرا عمونا هي طبعا مشكلة علاجات الصراع سواء الدبكين أو المكتال أو الكيبرا أو غيرها من العلاجات الصراع هي تسبب تهدئة فالتهدئة هذه تسبب ضعف جنسي طبيعي زين لكن راح أعطيك لها الآن أشياء منشطة تقلل من آثار الحبوب أو حبوب الصراع طيب يا شيخ ماليش ما قاطع كلامك برضو عنده تأخر في القذف برضو التأخر في القذف هذا من علاجات الصراع لأن علاجات الصراع والاكتئاب كلها تأخر القذف أحيانا إلى نصف ساعة طيب الآن سوف أعطيك العلاج أولا أوصيه بالرقية لأنه في نومه ما يرتاح ويتقلب كثير في الفراش وتشمين أحيانا الروائح غريبة من فمه والعرق عنده ريحة غريبة ودائما عنده شرود في الذهن قليل الكلام مرة فتحسينه دائما متوتر يمل من المكان الذي هو فيه الصلاة يا الله يغصب نفسه أول شيء عليه بالرقية هذا العلاج الأول قراءة سورة البقرة ماء زمزم ويكثر الشرب منه عجوة المدينة يوميا سبع تمرات صباحا مع كاس ماء زمزم بالنسبة للمنشط الجنسي يأخذ كيلو من العسل ويضاف لخمسين قرام من لقاح النخيل وخمسة عشر قرام من غذاء الملكات ويضاف له ملعقة كبيرة من الحلبة ويخلط مع بعض يأخذ نصف ملعقة صباحا ونصف ملعقة مساءا يحاول طبعا بعد شهر من العلاج بالرقية يعمل حجامة حجامة السنة هذه أيضا تعالج حتى الصرع إذا كان عندكم أحد يعالج بلسع النحل هذه مفيدة جدا لحالات الصرع أوصي بكثرة الدعاء والاستغفار علما أنه أيضا يعاني من إمساك ويعاني من كثرة التبول لكن ما يخرج كمية كافية خلاص أنت الآن أوصي بهذه الجملة المجموعة الأشياء التي ذكرت لك وإن شاء الله تتحسن أموره علما أنت بعد الجماع بفترة صابين بالالتهابات أيها أنا يا شيخ صارت من بعد الزواج بفترة الدورة عندي قليلة جدا لا أنت أصبتي بالالتهابات بعد الجماع أنا أتمنى هالفترة فترة العلاج أن يلبس واقي ذكري أو يكون القذف خارج المهبل يعني لمدة تقريبا شهر ونص حتى ما تعاودك الالتهابات واضح؟ الله يسر أمرك يا نور اخت سهيلة تفضلي عليكم السلام ورحمة الله أعطيكم صحة يا شيخ على هذه الحصة الله يسر أمرك يا شيخ أعني وإياكم جميع المسلمين يا شيخ والله أنا بديت عدة أسئلة من بين الأسئلة التي أحبت أن أطرحها عليك الوالدة في عمرها في الخمسينت يعني تظهر في جسمها بعض البقع هذه البقع هي حمراء وفيها حكة طيب طبيا هل الطبيب ذكر لكم شيء معين؟ أخذناها للأطيباء يعني كل واحد تكلم بمعنى آخر يعني هناك من ذكر أنها حساسية ومنها قال لكم أكزيمة ليست أكزيمة لا يعني لم يقولوا أنها أكزيمة طيب هي في الخمسينات وفيها حكة وهي حمراء وهذه البقع تظهر حتى في رأسها يعني حتى في شعقها وكل جسمها أحد من الأطيباء قال لكم أنها خالة وردية لا طيب الآن هل أعطوها مضاد للهستامين؟ نعم هل أعطوها مضاد للهستامين يعني مضاد للحساسية؟ الأدوية كلها هي يعني الحساسية هل استفادت منها وإلا لم تستفد؟ لم تستفد منها يعني عندها مدة طويلة سهيلة سهيلة ركزي معي أمك قلقة ومتوترة نعم وتصاب بنوبات صدع نعم وزاد الوزن يظهر لي لا الوزن بالعكس فهي تخف الوزن هو فترة زاد وبعده نزل لا يعني ينزل طول على طول لكن هل كان وزنها سمين أول؟ نوعين ما يعني ليس ماشي هل تعاني من إمساك؟ لا تستعمل ملينات أم لا تستعمل؟ لا تستعمل لا تستعمل ملينات طيب أخت سهيلة أمك والعلم عند الله هذه قد تكون أعراض عين يعني حسد لأن أمك كانت بشرتها مميزة نعم وكان على أنها وصلت الخمسين ما عندها تجاعد في البشرة نعم طيب تأتيم بملعقة حتى تظهر سنها حقيقة يظهر أقل من سنها الحقيقي ممهرها نعم ممكن الذي يراه يعطيها ثلاثين نعم اسمعيني تأخذ ملعقة من مطحون الحبة السوداء تعرفين الحبة السوداء حبة البركة؟ نعم وتضاف إلى علبة كبيرة من الفازلين علبة كبيرة من الفازلين نعم يعني معدل 450 قرام تخلط جيدا ويقرى فيها الرقية الشرعية نعم ثم تجرب على منطقة صغيرة من هذه المناطق التي فيها الإحمرار نعم إذا لم يكن هناك تحسس يدهن كل أماكن ظهور الحساسية تقرأين لها في ماء وتشرب منه كثيرا إن كان ماء زمزم أفضل وإن لم يوجد ما في الماء؟ تقرأين لها رقية شرعية في الماء نعم ثم تشرب إن كان ماء زمزم أفضل إن لم يوجد ماء المطر إن لم يوجد الماء العادي نعم وتستمر هي على رقية نفسها بسورة الفاتحة سبع مرات آية الكرسي خواتم البقرة المعوذتين والإخلاص كل واحدة ثلاث مرات صباحا ومساءا هذه أعراض حسد وإن شاء الله يزول بأمر الله إن شاء الله يا شيخ تفضل يا سهيلة معلش نسألك على أختي أختي في ثلاثينت من عمرها توجهت عندها صوت أو جعف على مستوى الرقبة والرقبة والكتف ويظهر لها نمش على مستوى عيونها نمش أسود تحت العين بني يعني زيادة في اللون تحت الحواجب السفلة في العين ليس تحت الحواجب تحت العين هنا على الخد آه كويس يعني هالات حالة هنا على مستوى الخد وبنية جميل ولها أوجه على مستوى الرقبة وعلى مستوى الكتف طيب اسمعيني خذي معك الآن ورقة وقلم ولها نوع من الدوخة وأوجه في الرأس طيب الضغط والسكر معها سليمة سهيلة لا هي صحة حقيقة تعاني من السمنة ولكن ليست لها لا الضغط ولا طيب اسمعيني العلاج كالآتي تأتين بزيت الزيتون نعم وزيت الجل سرين نعم وزيت الخردل نعم وزيت اللوز المر ويخلطه مع بعض مقادير متساوية يقرى فيه الرقية الشرعية تدهن به الهالات البنية وتدهن منطقة الرقبة وتضع عليها كيس من النايلون وتلف بقطعة قماش حتى التعرق وتكثر من شرب الماء المقروفي وترقي نفسها وتحصن بالأذكار لأن أختك كانت في فترة من الفترات كسولة في أذكار الصباح والمساء نعم أيوة تفعل ما ذكرت وإن شاء الله ستشفى بأمر الله يا شيخ تفضلي بقيت أنا هل ممكن تفضل أنت آخر وحدة تفضل ست rằng أعتدل في مستقرة منفل إلى الأسفل وفي بعض الأحيان نجدها ما في الحلق وكأنها تلعب في الصدر حتى يذيق التنفس سهيلة أنت عانيت من التعب هذا من فترة قديمة وليس قريبا نعم في حوالي سنة 1999 يعني اللي ظهرت لهذا أظن حدود العشر سنوات أو 11 سنة الآن طيب عمو الأمر سهل أنت تعاني من قلق وتوتر نعم ويأتيك نوبات خوف نعم تعاني شرود في الذهن نعم وجفاف في الفم نعم وعدم راحة في نومك كثير أنت متزوجة أو إلى الآن لم تتزوجي لم أتزوج بات وإذا خطبتي لا يتملك زواج نعم أنت تعاني والله أعلم من ربط عن الزواج هل عملك تصفيح وأنت صغيرة؟ ماذا؟ تصفيح تعرفين التصفيح؟ لا طبعا هذا التصفيح عروف في ليبيا أن الفتاة وموجود في المغرب عموما المغرب العربي عموما الفتاة لما يكون قبل البلوغ يذهبون بها إلى معالج أو معالجة تضع لها شيء يمنعها من أحد يعني يعترض لها أو يؤذيها تعرفين هذا؟ لا أعلم هذا موجود طبعا في ليبيا باسم التصفيح لكن عندكم في المغرب لا أعلم لكن ما يسمى هذا نوع من السحر أو أنت من الجزائر أي هذا نوع من السحر يعني تربط به الفتاة حتى لا يعني أحد يؤذيها في بكارتها لا أدري فأنت عموما أرقي نفسك بسورة البقرة اغتسلي بالسدر أكثر من شغب الماء المقرؤ فيه وممكن تأخذي ملعقة نصف ملعقة من الحبة السوداء صغيرة في كأس ماء ويحلى بالعسل وتشربين مساء وصباحا وإن شاء الله تتحسن أمورك يا سهيلة يسر الله أمرك يا سهيلة أم ناصر معنا؟ أي ويوالو فضل يا أم ناصر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أنا يجيك ورحمة الله غدر أم غدر شلتها فيها ورمو شلتها أي عندك الغدة ويش الدرقية واللمفاوية؟ أيوة الغدة الدرقية واخذ الشعاع النووي طيب عطوك اليود المشع تستعملينه؟ نعم أيوة اليود المشع وهلحين قبل ثماني شهور كذا عطوني نفس قالوا الغدة عند سنشطانة جهة اللي سار يعني عطوك الآن يعني برضو زادوا لك في اليود المشع مرة ثانية أيوة عطوني مرة ثانية دكتور يعني شالوا فص واحد ما شالوا الثنين لا هو شالوا الثنين بس فيه ورمة في نفس الأيسر يعني في نفس الرقبة جارة الغدة أيوة وبعدين قالوا عندها نشطة لازم نعطيها لازم نعطيها لازم يعني ما نبيها تنشط طيب أم ناصر أنت كم عمرك؟ يمكن ثمانة وثلاثين حولها لا شكلس أكبر من كذا يمكن والله زود عشر سنين وبعدين شيء أصب نصب لأم ناصر يعني نشطة في الغد ماشي ماشي عرفت وضعك لكن أنت عمرك يبدو لي بي لزيادة عشر سنين يمكن ثمانة وربعين والجنب الأيمن الحين الجنب الأيمن عندي متعبني مرة طيب اسمعيني يا مناصر أبعطيس العلاج ركزي معي الله يزادس خير ركزي معي وسمني دائما رايحة يا دكتور دائما رايحة في غرفتي ماشي الآن ركزي معي وجاوبيني بنعم أو لا أنت عانيتي من هذا التعب في بداياته من عشر سنين نعم عانيتي من قلق وتوتر وشروط في الذهن وعدم الرغبة في الزوج نعم نعم أي تشمي الروائح الآن بذكر لك إياها كأن فيه سيارة صرف صحي تمر من جنبك أي وحالي دائما أي وكان فيه ورق أوراق تحترق نعم طيب وصرت تعانيم من نسيان الله نعم أي وانتفاخات في البطن وآلام في الأكتاف وآلام في الرقبة أي ودائما انتفاخات هذه القصة إذا جيت بروح ناس أو شيء وبتيني ناس في دخل صار يجيك آلام في الأقدام نعم أنت حتى لون البول عندك صار أصفر ولا رائحة غريبة نعم نعم وغالبا يكون معك الإمساك ويخرج مثل بعر الغنم ويكون لونه أسود نعم يا شيخ طيب عموما اليوم ناصر إن شاء الله علاجك سهل ويسير ركزي معي نعم عليك بالرقية أنت تعانيم من تعب وعدم ارتياح في نومك وقلق في نومك وأمورك ملخبطة وأي أمر في خير لك ما يتم نعم نعم أول شيء عليك بقراءة سورة البقرة بنية الرقية اقرأيها في ماء زمزم وأكثر الشرب منه حاولي تدهني منطقة الحلق بزيت الزيتون وتدهني كامل جسمك يوميا زين نعم ممكن تأخذين عود القصط الهندي يطحن وتأخذين منه نصف ملعقة صغيرة عند النوم مع كاس ماء زمزم بالنسبة لا مناصر مناصر ركزي معي عشان أفتح المجال لغيرك لإتصالات كثيرة تأخذين وصفة أنا بس ألتكي طيب أنا عندي النشطة يعني لا تفتر على هالنشطة؟ لا أصلا هو يعالج الغدة عموما لأنه علاج للغدد وتطهير للغدد أنت عشان أختصر لك قد تكونين تعرضتي لسحر قديم يا الله وأمره سهل ترى بسيطي ما يخوف لكن بحكم أنك ما علجتيه هو اللي خلا أثر عندك على الغدد طيب والرائحة الحين نستمر معي يا شيخ أنا أعطيك علاج الرائحة بس ما صبرتي تأخذين جيك زمزم عشرة لتر تضيفين لقارورة ماء ورد سبع ملاعق من الملح كبيرة سبع من الخل كبيرة وأنت تقرأين البقرة تنفيثين فيه ثم يخض مع بعض يعبى في بخاخ تبخين بالغرفة وكل الأماكن اللي فيها الروائح وممكن تبخين جسمك لمدة ثلاثة أسابيع تمشين على هذا البرنامج بإذن الله تتحسن أمورك مع المحافظة على أذكار الصباح والمساء أنت كنت قبل عشرة وصيين مهملة في الأذكار بنتي الكبيرة ما تنطق كم عمرها؟ كم عمرها؟ عمرها 19 من يوم أنها بدأت تتكلم ما تنطق؟ أو أنتطقت وبعدين جاءت المشكلة؟ حتى الآن تدراسة مرة تعبانة يعني جاءت تتكلم بسم الله لا إله لا إله لا إله لا نتكلم يعني عندها تأتأة تأتأة اسمعيني تأخذين سكر نبات تعرفين سكر نبات أبو خيط؟ نعم يضحن السكر نبات ويأخذ منه مقدار نصف كأس ويضاف لها النصف الثاني ماء زمزم يحرك مع بعض ويقرأ فيه وتشرب على ثلاث أقسام لكن ما تشرب دفعة وحدة تشرب كل يعني فترة نصف الكأس شرب بسيط كأنها تشرب شاهي حار زين لتنظيف لتنظيف العصب الخامس عصب اللسان وتنظيف الحبال الصوتية وتنشيط العصب العاشر المتحكم في الأوتار والحبال الصوتية ترقي نفسها تدلك حلقها بزيت الزيتون مقروفي بنتك تعاني من خوف من خوف وبعدين أيشك يا دكتور النسيان عندها مرة أي هذا طبيعي أبدا تستعمل اللي ذكرت لك وإن شاء الله بإذن الله تتحسن أمورها وتواصل على رقية نفسها الله يسر أمر نمر كم ناصر أختي حورية من الجزائر تفضلي السلام عليكم السلام ورحمة الله أنا حورية من الجزائر عندي أنا وزوجت عدنا جنا حشك وحد الحب حورية ماذا عندك أنت وزوجك خرج فينا وحد الحب ما فهمت اللي تقولي خرج إيش حب حب ما في حمل قصدك لا لا حب وحد الحب فينا نحكه حب آخ خرج معاك حساسية وحبوب في جسمك صح أنا وزوجت طيب هذا الكلام نكمله من كم عنده وقل وقلت ثلث شهور هذا لكن يا حورية كم لكم منذ أنت زوجتم عدنا عدنا 20 سنوات لكن يا أخت حورية هل قبل خمس سنوات عانيتم من قلق أنت وزوجك نعم في قلق وفي توتر وفي توتر في العلاقة بينكما نعم صح العلاج بسيط إن شاء الله اسمعيني تأخذين ملعقة كبيرة من السدر وملعقة كبيرة من الحنى وملعقة كبيرة من الملح وملعقة كبيرة من الحلبة المطحونة توضع في إناء من الماء ويقرأ فيه ويغسل به الجسم كاملا ثم يترك لمدة عشر دقائق ويغسل ويدهم بالفازلين الذي قرأ فيه الرقية الشرعية واضح؟ واضح لا لا هذا استعمال خارجي خارج الجسم ليس له علاقة بالسكر هذا غسول للجسم وما تقرأين فيه الرقية تشربين منه تحافظين أنت وزوجك على الأذكار وترقون أنفسكم بالفاتحة سبع مرات آية الكرسي خواتم البقرة المعوذتين والإخلاص كل واحدة ثلاث مرات وينفث على الجسم وفي ماء تشربون منه واضح يا أختي حورية ما سمعتك أعيدي أنتم أنتم ترقون أنفسكم ما يحتاج تذهبون إلى أحد واضح يا حورية نعم تفضل أخي أبو خالد تفضل أبو خالد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أشاء الله بالخير يا شيء أشاء الله نسيك بالخير والعافية طال أمرك أنا عالي من صداع مزمن يمكن حدود لي أكثر من 15 سنة كم عمرك أبو خالد عمري طال أمرك حدود 45 سنة يأتيك في الجهة اليمنى يجي لي طال أمرك في الجهة اليسرى خالف الأذن طيب أنت فحصت الأذن عندك سليمة ما عندك مشكلة في الأذن الداخلية فحصت طال أمرك وراجعت لأكثر من المستشفى حتى لدرجة أن الطبيب من كثر مشكلة وصداع بغاية يسوي خطاء للعمل أنني متميرب آه يعني يحسب أن عندك مرض نفسي أو أنك تمثل آه يوى بالضبط طيب عموما شف أبو خالد أصلا أنت عانيت من قلق وتوتر من فترة طويلة نعم يعني من حدود أظن 10 أو 11 سنة بالضبط وعندك كسل في الأمور ترى في ماء زمزم وتكثر الشرب منه وتتضلع قبل كل صلاة وبعد كل صلاة كأس وترقي نفسك وتحافظ على الأذكار ثم بعد ثلاثة أسابيع تعمل حجامة في الهامة والكاهل والأخدعين الهامة الكاهل الأخدعين زين وتحافظ على الأذكار لأنك كنت في فترة من الفترات مقصر في الأذكار وتؤخر صلاة الفجر والله أعلم صحيح؟ صحيح أبداً حافظ على صلاة الفجر في وقتها والأذكار وعمل ما ذكرت لك إن شاء الله فترة بسيطة تتخلص من هذا الصداع بأمر الله يسأل الله أمرنا ومرك يا أبو خالد اخت نوال من الجزائر تفضلي السلام عليكم يا سيح وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فقد اختصال اخت نوال حاول تكرر الاتصال ما معنى؟ يعني لو تأملتم الآن أغلب المتصلين اللي يعاني من صداع والذي يعاني من سكر والذي يعاني من ضغط والذي يعاني وكلها تدور حول ما ذكرنا من هذه الأمراض أو خلل في الغدد وقد ذكرتنا علاج الغدد قبل قليل والغدد في جسم الإنسان كثيرة جداً قد تصل إلى أكثر من أربع آلاف غدة ولكن هناك غدد أم أم كبيرة أو أم يعني لها أهمية كبرى مثلاً كالغدد النخامية الغدد الدرقية الغدد السنوبرية وهناك أقل منها فائدة ما معنى؟ أخي رماح تفضل أيوة السلام عليكم أختي رماح تفضل تفضل يا أختي رماح المشكلة بتاعتي بدأت من ثلاث شهور كان عندي تنميل شديد في الرجلة اليسرى وفي الإيد وضوخة شديدة طيب يا أختي رماح كم عمرك أنت؟ أيوة شيخ كم عمرك؟ 26 26 طيب أنت قلقة دائماً متوترة أيوة ويأتيك نوبات من الفوبيا والخوف أيوة وما ترتاحي في نومك أيوة هل يأتيك أحياناً دوخة؟ أيوة طيب يعني أحياناً تفقد الوعي؟ تغريباً طيب هل شخصوا لك أنه عندك كهرباء في الدماغ؟ تغريباً طيب يعني هذا نوع من الصرع بسبب زيادة في كهرباء الدماغ استعملت الدبكين؟ لا أعطوك شيء من علاجات الصرع؟ لا طيب عموماً العلاج سهل بإذن الله كيفك مع الصلاة؟ هل كنت مقصرة قبل ثم بدأت تصلين؟ أيوة صح؟ أيوة أنت يمكن بدأت من ست سنوات؟ أيوة طريباً أيوة لما كان عمرك عشرين كنت مقصرة في الصلاة وفي الأذكار طيب هل في المنام تحسين مثلاً باستثارة أو تحرش أثناء النوم؟ لا يكون فيه احتلامات أو ما فيه؟ لا طيب اسمعيني لا ترتاحي في نومك أنت عموماً تقومي من النوم أنت متعبة أيوة آخر أيامات فعلاً أيوة أحياناً يأتيك نوبات من الفزع في النوم وتصحي وأنت خايفة أيوة فعلاً العلاج يا أخت إن شاء الله الرماح بسيط اسمعيني الآن عبر الشاشة عليك بالرقية ترقي نفسك حبذ بسورة البقرة والفاتح والمعوذات حافظي على الأذكار اقرأ في زيت الزيتون ادهلي فيه كامل الجسم اقرأ في ماء وأكثر الشرب منه وبإذن الله مع كثرة الدعاء والالتجاء إلى الله تزول هذه الأعراض أسأل الله يشفينا وإياك أخوي أبو فهد من المدينة تفضل السلام عليكم ورحمة الله يا دكتور أبو استفسر عن موضوع في زوجتي عندها سكاطات في الحامل يمكن ثلاث مرات تسقط طيب هل سبقنا حملت يعني وتم الحمل ولدت هي نعم ولدت يعني ثلاث مرات طيب وبعدين جت سكاطات يعني كل مبان فاترة وأخرى طبيا هل ظهر مثلا ارتخاف وعنق الرحم مشكلة مثلا أو جرثومة في الرحم أو شيء من هذا لا جرثومة ما ظهر جرثومة وعنق الرحم طيب اسمعني زوجتك دائما متوترة وقلقة نعم وتعاني من كوابيس في المنام اي نعم نعم وعادة قبل ما تسقط ترى حل مفزع ثم بعد ذلك يسقط الجنين صحيح اي نعم طيب زوجتك يبدو لي أن أولادها متميزين في الشكل والله وسط يا دكتور الحمد لله يعني وسط يعني هل في ذكاءهم ونباهتهم وكلامهم لا لا عائدي عائدي والله عائدي هل حملت وهي صغيرة نعم دكتور هل حملت وهي صغيرة يعني من يوم تزوجت مثلا حملت لا لا يعني بسنة العشرينينات أنتو كم لكم الزوجين الآن ما يقارب إلى عشر سنوات لا نقصد بعد زواجك منها يعني هل على طول حملت ولا طولت نعم نعم عمونا شيف معظم حالات الإجهاض التي لا يكون لها سبب طبي غالبا ما تكون بسبب العين التي تسبب ارتخاء في عنق الرحم وتسبب انقباضات في الرحم ينتج منها سقوط الجنين وأحيانا مع وجود القلق والتوتر يتضخم القولون زين فيسبب ضغط على الرحم فينتج عنه هذا الإجهاض فزوجتك نتيجة القلق والتوتر سبب لها اختلال في وظائف عنق الرحم وسبب لها مشكلة في القولون اسألها هي تعاني من الغازات والانتفاخات نعم نعم تعاني من الدكتورة من ألام في الصدر طيب ويجيها نغزات نعم يجيها نغزات في الصدر نعم نعم وتحس بحرارة بين الكتفين نعم نعم والثقل في الحواجب نعم كذلك طيب أوصها بالرقية أولا تقرقي نفسها بسورة البقرة لأن هذا قد يكون بسبب عين تسبب ارتخاء عنق الرحم وتقرى فيما زمزم تكثر الشرب من وممكن أن تأتي بمغطس مائي يعني حوض مائي كبير وتضع فيه سبع ملاعق من الملح وسبع من السدر وسبع من المرة وتجلس فيه وتقرى فيه الرقية بس يكون خارج دورة المياه لمدة ربع ساعة لمدة ثلاثة أسابيع الاكثار من شرب ماء زمزم المقرؤ فيه وبما أنكم في المدينة تكثر من أكل عجوة المدينة صباحا يوميا سبع تمرات وتدهن أسفل البطن وأسفل الظهر من السرة إلى بداية الفخذ جهة البطن والظهر بزيت الزيتون المقرؤ فيه وإذا شكت أو رأت أحد في المنام من باب الاتهام وإحسان الظن تأخذ الأثر واضح يا أبو فهد بارك الله فيك الله يشفينا وإياه جميع مرضى المسلمين أخي صالح من ليبيا تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ أنا نعاني من حساسية لي خمسة سنوات ماضية الحساسية في الجسم حساسية في الجسم في الجلد أنا مجرد من نحقه ونهرش يرتفع جلد لونه أحمر ونأخذ حبوب ومتعات المهديات ونأخذ حبوب يعطونك مضاد للهستامين حبوب مضادة للهستامين أخي صالح هل إذا أكلت أكل معين تحس أن الحساسية تزداد معك لا لا طيب هل أصبت بها من أربع سنوات كذا أصبت بها أربع سنوات تمت ناخذ في العلاج ومن كثرة العلاج مش حنقدر نصيب طيب عمو الأمر سهل جدا إن شاء الله بيسر الله أمرك تأخذ علبة من الفازلين ماشي وتضيف لملعقة كبيرة من مطحون الحبة السوداء وملعقة كبيرة من مطحون الحلبة البلدي ويخلط مع بعض جيدا وتقرأ فيه تجرب في هذه المنطقة تجربة بسيطة لاختبار التحسس لمدة 12 ساعة يعني مقدار تقريبا 2 سانتي في 2 سانتي إذا الأمور تمامه ما صار عندك تحسس من هذه الأشياء تبدأ تدهن كامل الجسم الجسم تقرأ في ماء وتكثر الشرب منه لأنك كنت مميز يبدولي في بشرتك أيوة وتحافظ على الأذكار وترقي نفسك بالفاتحة سبع مرات بآية الكرسي خواتم البقرة المعوذتين والإخلاص وبآية قولي تعالى وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم تستمر على هذا البرنامج بإذن الله يزول عنك الهستامين والحساسية ناشي مشكوري شفاك الله سعفنا الله وإياك أخي صابح فكما ذكرت الكروسترول هو قاتل خفي تبدأ الأوردة تنغلق قليلا قليلا حتى تأتي الجلطة والإنسان لا يعلم بها وإذا أسعف سريعا وعمل له قصطرة أو مثلا نقل بعض الأوردة المنغلقة وإلا قد تؤدي به والعياذ بالله إلى الوفاة إذن فالحمد لله الذي سهل الداء وسهل الدواء فهذه الحلبة عندما قال عنها العالم الإنجليزي كلير أنها تساوي وزنها ذهبا قال لو وضعت جميع الأدوية في كفة والحلبة في كفة لطاشة الحلبة بهذه الأدوية الغدد سواء الغدد اللينفاوية أو الغدد العرقية أو الغدد اللعابية أو الغدد الأساسية في الجسم من أفضل علاجاتها أن نعالجها بالحلبة ما معنا؟ أختي أم أحمد تفضلي تفضلي أم أحمد أم أحمد تسمعيني؟ أم أحمد تسمعيني؟ أم أحمد فصل اتصالها تعاود الاتصال معنا إن شاء الله سيخرج لكم على الشاشة علاج الكروسترول لمن أراد تسجيل هذا العلاج حتى يستفيد منه أو يستفيد أقاربه أو حتى ينزل في النت فيستفيد الناس منه الإنسان الذي يصاب مثلاً بتضخم في الغدة أي غدة كانت في الجسم يأتي بماء زمزم ثم تغسل هذه الغدة بماء زمزم بعد أن يقرأ فيه ويدفع على النار ثم يؤتى بملعقة كبيرة من الحلبة وملعقة من الحبة السوداء وتخلط بعسل وتوضع على هذه الغدة ويوضع عليها شيء من الشاشة أم أحمد تفضلي السلام عليكم يا أحمد السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ أنا مشكلتي نفس مشكلة الأخ اللي قال يعني دوجته تسقط أنت اللي تسقطين نعم موت الجنين في بطني يموت في الشهر الرابع الخامس كذا في الرابع طيب أنت كم عمرك يا محمد أنت ثلاث أطفال طبيعي ما في أي شيء يعني طيب أنت كم عمرك يا محمد فحوصات سليمة كاملة فحوصاتي يعني لا هو الفحوصات ما هو عارفين سبب أنت عندك طبعا المشيمة يتوقف التغذية الدموية للجنين فينتج عنها الوفاة أيوة لكن الطب ما يعلم سبب لماذا المشيمة يتوقف الدم فيها لماذا الدم يتخثر في المشيمة قالوا لك كذا طيب عمرك اسمعيني يا محمد العلاج إن شاء الله يسير وسهل أنت لماتوا عندك ثلاثة في الرحم أيوة طيب اسمعيني أنت ما ترتاحين في نومك رحيص بالله يا شيخ فيه قلق وفيه توتر وتقومين من النوم وانت خايفة وكسلانة كثير ودائما تحسين بنوبات الفوبية والخوف يطلع عندك بقع في الجسم يا مهم لا مش كثير مرة يمكن خرج عندك في الفخذ أو في الساق مرة طيب بسيط أهم شيء أنه خرج صار عندك شحوب في البشرة بشرتك صارت شاحبة وحبوب كثيرة كمان طيب قلت شهية الأكل عندك لا عادي يعني يمكن ما بحث منت زي أول يعني أكلك الآن ما هو زي أول لا عادي يا شيخ طيب ماشي لا تهم هذه الأمر طيب صار فيه تساقط للشعر كثير كثير طيب فيه آلام متنقلة في جسمك خاصة في ظهرك وأكتافك صحيح طيب تعاني من الإمساك كثير عم الأمر سهل الأمر سهل أنت أول ما أصبت بهذا التعب من خمس سنوات والله أعلم أعلم طيب العلاج الأول عليك برقية نفسك لأنك كنت مهملة في أذكار الصباح والمساء صح كذا أيوة وكنت صلاة الفجر أحيانا تؤخرينها صحيح طيب وكنت حتى أذكار النوم تنامين وتنسين صحيح يا شيخ وفي أذكار الجماع أنت وزوجك نادر ما تذكرون هذا الذكر صح كذا صح طيب أولا عليك بصلاة الفجر وحافظي عليها واعتبريها كالتنفس أذكار الصباح وأذكار المساء الدعاء أثناء المعاشرة تقولين أنت وزوجك بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا حتى يحفظ الله هذا الجنين من أذى الشيطان ومن أذى الجن ماء زمزم تقرأين فيه وتكثرين الشرب منه لأنه من مسيلات الدم لأنه يكون عندك تخثر إذا ما حصلته إذا ما حصلته إذا ما حصلتي إنتي وينك فيه فيما انطق أنت أنا في أردن إذا ما حصلتي تأتين بماء المطر إن لم تحصل بماء المطر الماء العادي تقرأين فيه وتكثرين الشرب منه لأن فيه هناك تخثر في دم المشيمة والحبل السري هو الذي يقوم بموت الجنين تأتين بزيت الزيتون تقرأين فيه يدهم فيه الجسم وتأخذين من الشرب ملعقة صباحا وملعقة مساء تكثرين من الدعاء والاستغفار إيه يشرب ملعقة بعد ما يقرأ فيه تشربين الشرب أو تضعينه مع زبادي ويدهم فيه كامل الجسم عند النوم وتستمرين على هذه الطريقة مع المحافظة على الأذكار من الآن وإذا تم الحمل تستمرين إلى الولادة وبإذن الله سيسر الله أمرك لأنك تحسن حتى بجفاف فمك كل يوم لا أنت تعاني من جفاف الفم صح أو لا صحيح كثير ويأتيك تعب في اللثة صحيح خلاص افعل الأشياء التي ذكرت لك وحرص زوجك على الصلاة والأذكار وسيجعل الله لكم من هذا الأمر إن شاء الله فرج وشفاء بأمر الله واضح يا أم محمد؟ يسر الله أمرك يا أم محمد طبعا أختنا أم محمد كانت آخر اتصال نختم البرنامج بالدعاء اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا فعال لما تريد يا رب العرش المجيد وصل الله وسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وإسكى التسليم اللهم احفظ بلاد المسلمين أجمعين اللهم احفظ بلاد المسلمين أجمعين واحفظ بلاد الحرمين وأمنها اللهم من أراد بلاد الحرمين بسوء أو تفريق أو مظاهرات أو أو إفساد بين الراعي والرعية اللهم إنا نجعلك في نحره ونعوذ بك من شره اللهم اجعل كيده في نحره يا رب العالمين اللهم احفظ بلادنا واحفظ ولات أمرنا اللهم من كان منهم مريضا فعجل له الشفاء من كان منهم معافا اللهم سدده في قوله وفي فعله وفي أمره يا رب العالمين اللهم اجعلهم يحبوننا ونحبهم اللهم قرب إليهم البطانة الصالحة والعلماء الناصحين الصالحين المصلحين وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين اللهم احفظ بلاد المسلمين أجمعين اللهم عليك بمن قتل إخواننا في سوريا اللهم أذهب عقله وجمد الدماء في عروقه وعجل بهلاكه عاجلا غير آجل كائنا من كان اللهم ارحم إخواننا في مصر وولي عليهم خيارهم واجمع كلمتهم على ولي أمر صالح يا رب العالمين يخافك فيهم ويرحمهم وارحم إخواننا في ليبيا وفي تونس واجمع كلمتهم على ولي أمر صالح يا رب العالمين اللهم ارحم إخواننا في اليمن اللهم اجمع كلمتهم على التوحيد اللهم من قتل أهل الحديث في اليمن من الحوثيين الفجرة اللهم جمد الدماء في عروقهم وأفسد عقولهم اللهم انتقم منهم عاجلا غير آجل اللهم احفظ إخواننا في اليمن من الفتنة وولي عليهم الأخيار وأبعد عنهم الأشرار وارحم إخواننا في فلسطين وانصرهم على الصهائنة الظالمين وارحم إخواننا في الصومال يا رب العالمين اللهم أهلك الساحرين والساحرات والكاهنين والكاهنات والدجالين والدجالات والمشعوذين والمشعوذات اللهم من ذهب إلى ساحر أو ساحرة لأذية أحد من عبادك المؤمنين اللهم اجعل كيده في نحره وسلط عليه من حيث لا يحتسب ورد كيده عليه يا رب العالمين اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين اللهم لا تجعل من المؤمنين والمؤمنات أيما أو أيمة إلا زوجته ولا عقيما أو عقيمة إلا ذرية صالحة وهبته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا مهموما إلا أزلت الهم عنه ولا فقيرا إلا عجلت له الفرج يا رب العالمين اللهم اغفر لأبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وإخواننا وأخواتنا ولمن له حق علينا وكل من دعا لنا بظهر الغيب يا رب العالمين اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أشكركم إخواني وأخواتي من المشاهدين ومشاهدات كنتم بعد الله سبحانه وتعالى سببا في إنجاح كل برنامج قدمته لكم والشكر موصول لإخواننا في الكنترول ولقناتنا قناة الدانة وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله وأنتم على خير هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصلى الله وسلم على نبينا محمد